شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه النشرة يعني بعيدا عن مشكلة الأطفال أنت كإزيدية ناجية هل تشعرين أن هذا القرار يعني سينهي أو سيمثل انفراج مفصلي في الأزمة؟ سينهي أكيد لا هذا القرار أو هذا القانون إذا تطبق سيكون جزء صغير من تحقيق العدالة يعني جزء أكو بعد كثير شغلات لازم تصير حتى أقول أنه انتهت يعني بس هذا القانون كان لازم أنه يتطبق نعم يعني ما هي هذه الأمور التي وصفتها بتحقيق العدالة أو اكتمال تحقيق العدالة؟ هل هي ذات طابعة جنائي يعني تقديم الجنات إلى المحاكمة محاسبتهم أم أمور أخرى أيضا؟ أوكي أولا محاسبة المعاقبين أو الناس اللي شاركت بهذه الأحداث والناس اللي شاركت بالإبادة ثانيا الاعتراف بأنه الشيء اللي صار مع الإيزيدين أو بالإيزيدين إبادة جماعية بعدين الناس كلها بعد الإيزيدين بعدهم مهجورين بعدهم نازحين المنطقة كلها خربانة أكو بعد كثير ناس مفقودين يعني مخطوفين أكو بعد كثير شغلات يعني هاي البعض يعني سلوة لفت إلى بقاء مشكلة الأطفال يعني برأيك كيف تحل هذه المشكلة؟ يعني هل هناك عدد لهؤلاء الأطفال؟ وين هي المشكلة في وضعهم؟ الصوت الصوت بس ممكن تعيد السؤال؟ كنت أسألك عن مشكلة الأطفال هل هناك معلومات دقيقة حول عدد الأطفال؟ كيف تحل مشكلتهم؟ يا أطفال الأطفال الذين ولدوا من عناصر تنظيم داعش يعني بسبب الاعتداء الجنسي؟ لا عندي أي معلومات عن هذا الموضوع بصراحة نعم طيب بخصوص المصادقة على القانون يعني البعض ناشد رئيس الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على القانون هل تتوقعين أن يحصل تأخر بالإقرار؟ يعني ليش هذا التأخر؟ نعم هل تطالبين رئيس الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على القانون الذي أقره مجلس النواب؟ أكيد أكيد طيب تطبيق هذا القانون برأيك سهل؟ أم يحتاج إلى إجراءات وإلى أمور أخرى أيضا؟ إلى ماذا؟ إذن من سنجرة ناجية الإزيدية سلوى رشو خلف شكرا جزيلا لك أكيد